في صدام قوي يصديف بروسيا دورتموند الألماني منافسه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور 16 لدور أبطال أوروبا على ستاد سيجنال أيدونا بارك دورتموند يأمل في استعادة الاستقرار الغائب عن الفريق والذي أعاق فرصه في حصد اللقب خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد عودة العديد من لعب الفريق الأساسيين من الإصابة ومنهم نجم الفريق سباستيان هالر وفي المقابل يمتلك تشيلسي تشكيلة قوية رغم أن مبارياته الأخيرة لم تكن مستقرة على الإطلاق وحتى الآن فشل الإنفاق المهول للشيلسي في الانتقلات الشتوية في تحقيق تحول ملموس على أرض الملعب إذ فز البروز بواحدة فقط من آخر ثماني مباريات له في كل المسابقات ويتوجه تشيلسي إلى دورتموند بعدما أقصي من كأس إنجلترا ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب البريمير ليغ ويسعد تشيلسي لتعديل أوضاعه من بوابة دور أبطال أوروبا في ظل تراجع النتائج بالدور الإنجليزي الممتاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر